أشياء كبيرة تحصل البيتكوين اليوم عايزة أتكلم عن بعض التشارتات المهمة بعض التشارتات المهمة بشكل عام تحصل في فضاء الكريبتو حاليا في عندنا بعض المخاطر تحوم فأتأكدوا جمعة بأنكم تظلوا معي من بداية إلى نهاية هذا الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي النصور وقدم لكم فيديوهات عن الأمنات الرقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصل على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضع تلازر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب خلونا ندخل الآن مباشرة لتقدر تشوفه هنا على فريم الأربع ساعات وهو أنه نعاني شوية حاليا عند هذا الخط البرتقالي تقدر تشوف بأنه حصلنا هنا على شمعتين حصلت على دعم من عند هذا الخط وبعدها حصلنا على هبوط كسر أسفل هذا الخط وواجهنا هذا الخط كمستوى مقاومة والآن مرة أخرى إحنا الآن أسفل هذا الخط البرتقالي ولكن بشكل عام التريند الهابط هذا هنا يستمر على الفريمات القصيرة هنا على فريم الأربع ساعات ما في أي إنكار بأنه إحنا داخل هذا التريند الهابط منذ يومين قاعدين نهبط هنا من 65 ألف دولار هبطنا حاليا الآن عند 61 ألف دولار وأكيد مع هذا الهبوط نحن نكون كسرنا التريند الصاعد اللي كان عندنا منذ فترة تقدروا تشوفوا بأنه كان في عندنا شيء مثل هذا كسرنا أسفل هذا التريند الصاعد والآن نمشي في هذا الهبوط ولكن بشكل واضح اللي يحصل الآن هذا بكل تأكيد طبعا يحصل بسبب عدم اليقين الحالي اللي في الشرق الأوسط وإحنا مش عارفين أكيد إيش اللي راح يحصل ما نقدر نتحكم بهذه الأشياء وهذه العوامل اللي نقدر نعمله هو إنه نكون جاهزين لإتخاذ أي إجراء هنا في السوق فهذه الأشياء الآن تسبب هذا الهبوط في البيتكوين وكمان تقدر تشوف في الأسواق التقليدية حاليا كمان في هذا الهبوط وبكل تأكيد طبعا شيء منطقي جدا إنه يكون فيه خوف حاليا في السوق لأنه فيه أشياء ضخمة قاعدة تحصل حاليا حول العالم وفيه احتمالية حقيقة بأنه ممكن نحصل أو ممكن ندخل في حرب تتضمن عدة دول فبكل تأكيد هذا الشيء لازم نكون متابعينه ولازم نرغبه ولكن أساسيات البيتكوين لسه قوية جدا لسه جيدة جدا وطباعة الأموال كانت على وشك إنها تبدأ وأردي بدأت وهذا طبعا راح يرفع سعر البيتكوين إلى مستويات عالية جدا وكمان راح يرفع لأمنات البديلة إلى مستويات عالية جدا ولكن الآن عندنا هنا المشكلة في الشرق الأوسط وهذا يعتبر عامل مهم جدا يأثر على السوق بشكل كبير جدا ولنقدر نعمله حاليا وهو أنه لازم نكون على علم وعلى فهم بأنه أساسيات البيتكوين والكريبتو الشيء قبل أسبوعين أو حتى ثلاثة أسابيع أو حتى قبل سنتين بالنسبة لأساسيات الكريبتو والبيتكوين طبعا لسه زي ما هي ما في أي شيء تغير لسه راح يكون في طبعة أموال ولسه راح يتم تنقيص معدل الفائدة وكل هذه الأشياء طبعا راح تستمر بالحصول إلا في حالة حصول شيء كارثي شيء هائل مثل حرب عالمية ففي هذا الوقت أكيد الأشياء ممكن تتغير وتقلب كل شيء رأسا على عقب فزي ما قلت مرة أخرج معه هذا الشيء ما نقدر نتحكم فيه هذا الشيء فقط لازم نتعامل معه على حسب الوضع ولكن اللي أعتقد بأنه راح يحصل هو أنه ما راح نحصل على أو ما راح تشوفه شيء كارثي أكثر من الشيء اللي يحصل في الشرق الأوسط وعلى أمل أنه الأشياء ما راح تتفاقم واللي أعتقد بأنه راح يحصل وهو أنه الوضع ما راح يتفاقم وراح نستمر نحصل على تخفيض لمعدل الفائدة وراح يتم طباعة الأموال ولسه راح نشوف البيتكوين يرتفع إلى مستويات عالية جدا فزي ما قلت إلا في حالة حصول شيء كارثي إلا في حال حصول شيء آخر ففي ذاك الوقت راح أتفاعل مع هذا الشيء على حسب الوضع ولكن حاليا هذا هو اللي أعتقد بأنه راح يحصل فأنا لسه بوليش كالعادة في البيتكوين طيب الآن إذا شوفنا هنا على الفريم اليومين فتقدروا تشوفوا بأنه إحنا لسه في هذا الترند اللي هو الحصول على قيمة منخفضة واقعان منخفضة فهذا الدون ترند اللي هو الترند الهابط اللي حصلنا عليه منذ بداية 2024 هذا الترند الهابط لسه مستمر وهذا هنا الشيء مثل الاهتمام بأنه ارتفعنا هنا وحصلنا على نفس الشيء اللي حصل في الماضي تقدروا تشوفوا ربما إن وفروض أعمل هنا ترند آخر هنا في الأعلى عند جسم الشمعات بهذا الشكل فقط للإشارة بأنه لسه في عندنا أهم هذا المستوى خلل نحول الأحمر فحتى على الرغم من أنه ارتفعنا فوق هذه النقطة في السابق إلا أنه ارتفعنا شوية فوق هذا الترند لاين ولكن بعدها هبطنا وهذا هو بالفعل اللي حصل في هذه النقطة طيب فلسه لازم نكون منتبهين وحذرين من هذا الشيء فهذا جماعة هو اللي حصل هنا على الفريمات القصيرة للبيتكوين هذه الأشياء هي اللي أنا مراقبها وكمان بعض الأشياء المثير الاهتمام كمان وهو أنه العملات البديلة داخلة في حمام دم وهذا معناته بأنه هيمنة البيتكوين في الواقع مستمرة هنا بالإرتفاع فتقدروا تشوفوا حاليا بأنه هيمنة البيتكوين وصلت إلى 58% وزي ما أنتم عارفين يا جماعة أنا قلت بأنه مستوى 58% رح يكون المستوى اللي راح نبدأ بالهبوط من عنده هنا في هيمنة البيتكوين والعملات البديلة راح تبدأ بالإرتفاع مرة أخرى وهذا في الواقع هو الشيء اللي كان يحصل إلى أن بدأنا نشوف المشكلة والوضع الحرب اللي قاعد تحصل في الشرق الأوسط شفنا هنا أنه ارتفعنا إلى مستوى 58% عند هذا الخاطر البرتقالي وبعدها بدأنا هنا بالهبوط العملات البديلة كانت تمر في أوقات جيدة ولكن بعدها حصلت المشكلة في الشرق الأوسط والعملات البديلة هبطت بشكل كبير جدا والبيتكون أكيد كمان هبط ولكن ما هبط بنفس القدر اللي هبطت فيه إلى عملات البديلة فستقدروا تشوفوا هذه الشمعة الخضراء ونحن نجوف يا جماعة إذا شوفنا تفاقم للوضع في الشرق الأوسط فنعم العملات البديلة مهتملة بشكل كبير بأنها راح تستمر في الهبوط وهذا معناته بأنه هيمنة البيتكوين راح تستمر في الصعود ولكن توقعي بأنه ما راح يكون في تفاقم للوضع وفي رأيه لسه أعتقد بأنه راح نهبوط هنا بهذا الشكل ومع هبوط هيمنة البيتكوين هنا بهذا الشكل فأعتقد بأنه إلى عملات البديلة راح تدخل في أوقات جيدة جدا طيب الانخفاض اللي حصلنا عليه في البيتكوين خليقهم على علم مجمعه بأنه كثير من هذا الانخفاض وهذا كان بسبب أنه تم عمل لكوديشن للونغز حصلنا على الليكوديشن بما يقارب 200 مليون دولار قيمة اللونغ وعشان كده جماعة قلت لكم بأنه لازم تكونوا حذرين في اللونغ لازم تكونوا حذرين في اللافرج لازم بأنه تكونوا قادرين أنكم تشتروا الانخفاض إذا حصل انخفاض كبير في البيتكوين يعني إذا تفاقمت الأمور وسائل وضع أكثر وحصلنا على هبوط كبير فلازم أنه تكونوا قادرين بأنكم تشتروا الهبوط في البيتكوين لازم تكونوا قادرين بأنكم تستغلوا هذه الفرص لأنه أعتقد بأنه هذه هنا راح تكون إحدى الفرص الذهبية في حياتنا كلها إذا حصلنا هنا على هبوط كبير في البيتكوين فبعدها تقدر تشتري الهبوط وأعتقد بأنه البيتكوين أكيد راح يرتفع إلى مستوى تعالية جدا طيب الآن عايزة أتكلم هنا شوي عن هذا الشيء إليان الياباني في الواقع هبط شوي أمس لأنه رئيس الوزراء قال ما يعتقد بأنه راح يرفعوه معدل الفائدة أكثر في الاجتماع القادم فهذا بكل تأكيد شيء بوليش طبعا أنتم عارفين بأنه إذا زادوا معدل الفائدة في اليابان فأكيد هذا راح يضع ضغط أكبر على الأسهم الأمريكية والعالم بشكل عام فمش عايزين بأنه اليابان ترفع معدل الفائدة ونعم هذا هو الشيء اللي يقولوه بأنه ما راح يعملوا هذا الشيء في الاجتماع القادم فهذا هنا شيء رائع جدا طيب ولكن خليكم على المجمع بأنه المشاعر البوليش حاليا تصل إلى مستويات عالية جدا في الأسواق التقليدية وصلت صفقات العقود الأجلة للأسهم الأمريكية من قبل المستثمرين باستثناء صناع السوق إلى صافي لونغ دخول بقيمة 190 مليار دولار وهو أعلى الرقم على الإطلاق ومنذ بداية العام تضاعف صافي الدخول أو صافي لونغ أكثر من الضعف وهذا أيضا أعلى بمرتين من الذروة أو من القمم السابقة التي شهدناها في أوائل عام 2018 و2020 وفي الوقت نفسه وصل تخصيص الأسهم للأسرة الأمريكية كنسبة مئوية من الأصول المالية إلى مستويات قياسية جديدة بلغ 41% في الربع الثاني من عام 2024 فالمستثمرين يدخلوا بكل شيء عندهم فهذا هنا يعتبر أكيد شوية بيرش بأنه في مشاعر بوليش جدا حاليا بين المستثمرين الأمريكيين ولكن بشكل عام أعتقد بأنه إذا وضعنا في الاعتبار الأشياء البوليش اللي قتلكم عليها مثل طباعة الأموال وتنقيص معدل الفائدة فلسأ أعتقد بأنه إحنا راح نرتفع إلى مستويات عالية هو إحنا لسأ في بول ماركت فطالما إنه هذا الشيء ظل كما هو واستمرين بأنه نشوف تنقيصات لمعدل الفائدة واستمرين بأنه نشوف طباعة أموال فحتى ولو كان في ناس كثير بوليش هنا إلا أنه هذا لسأ يعني ما في مشكلة من ناحية هذا الشيء ولسأ يعتبر شيء جيد ولسأ ممكن يرتفع أعلى طيب شيء آخر كمان يوضح هذا الشيء هو إنه سوق الأسهم في هونغ كونغ ارتفع بنسبة 6% مع استمرار تدفق المشتريين على السوق بعد الإعلان عن التحفيز في الصين وقد سجل المؤشر الآن ارتفاعا هائلا بنسبة 27% خلال الشهر الماضي ونفس الشيء هنا يا جماعة هذا هنا شوية مقلق بأنه سوق الأسهم بوليش ومرتفع بشكل كبير جدا وناس كثير يدخلوا أموال هائلة وكل الناس بوليش حاليا فنفس اللي قاله ديريك هنا هذا لن ينتهي بشكل جيد بالنسبة لي إذا ما حصل تفاقم في الشرق الأوسط إذا ما سأت الأوضاع في الشرق الأوسط فأعتقد بأنه راح ينتهي الوضع أو هذا هنا راح ينتهي بشكل جيد واعتقد بأنه إحنا جاهزين الآن وعلى وشك الدخول في بول ماركت هائل جدا ونحن نجيب أجماعة إذا هذا الشيء راح يكون صح أو لا ولكن كمان الشيء آخر أعيز أشر إليه وهذا هنا طبعا يعتبر بوليش وهو أنه تم إرسال كميات كبيرة من البيتكون إلى منصات التداول وتم بيعها بخسارة طيب يقول هنا في اليومين الماضيين أرسل حاملو البيتكون على المدى القصير ما يقارب من 64 ألف بيتكون إلى منصات التداول أي ما يعادل 4 مليارات دولار ومن هذا المبلغ 3 مليار دولار تم بيعها على خسارة مما يعني أنه تم إرسالها عندما كان السعر أقل من متوسط سعر الاستحواذ على السلسلة فيعني معنا هذا الشيء بأنهم باعوا البيتكون على خسارة طيب ليش هذا مهم؟ لأنه شفنا نفس الشيء حصل في السابق هذا أعلى مبلغ من الخسائر تم إرساله إلى منصات التداول منذ 5 أغسطس في وقت مشكلة اليين الياباني اللي تم خسارة 2.5 مليار دولار فيها في يوم واحد طيب 5 أغسطس خلونا نرجع هنا إلى 5 أغسطس فهذا هنا كان لما حصلنا هنا على هذا الانهيار الكبير بسبب مشكلة اليين الياباني هذا هنا جماعة شكل القاع تذكروا هذا الشيء هذا شكل القاع فتذكروا الآن بأنه إحنا الآن نشوف نفس الشيء هل هذا هنا راح يكون معناته إنه هذا هو القاع؟ إجل تعتقدوه؟ اكتبوا لي جماعة رأيكم تحت في التعليقات ولكن أقل الشيء بأنه هذه هنا بعض البيانات البوليش التي توضح لنا بأنه ممكن بأنه إحنا نكون خلاص هنا عند القاع لما المتمسكين على المدى القصير يبيعوا كميات كبيرة من البيتكوين بخسارة كبيرة جماعة لا تنسوا كمان بأنكم تستخدموا أو تستغلوا هذه البوليش اللي عندي في صندوق الوصف عندي هنا البيتكيت والأوكي اكس والأيفو تقدر تشوف هنا 30 ألف دولار بونس إداع من البايبت وما يصل إلى 60 ألف دولار بونس إداع من الأوكي اكس وأربعين ألف دولار من البيتكيت وأيفو تحصل على صفقة بقيمة 300 دولار مجانية عن طريق هذا الرابط فأتأكدوا بينكم تستغلوا هذه الأشياء هذا كل شيء عندكم اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم